موسيقى من التلفزة الوطنية مشاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وإليكم العنوين وضع وبائي خطير ومدطور بالتسجيل 64 وفات جديدة و 15 ولاية تبلغ مستوى انذار مرتفع جدا موسيقى في مدنين حملات مراقبة للضغط على الأسعار وسعي لتزويد السوق بكل الحاجيات الاستهلاكية موسيقى إشكالية عدة يواجهها البحارة بميناء الزرط بيقابس وإعادة تهيئة الميناء من أبرز الحلول موسيقى أهلا بكم من جديد البداية بتطورات الوضع الوبائي إذ سجلت مختلف ولاية الجمهورية مؤشرات مرتفعة للوفيات والإصابات وزارة غصحة التي أكدت بلغ 15 ولاية مستوى انذار مرتفع جدا جددت التاكيد على ضرورة الإقبال على التلقيح فيما أكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح الهاشمي لزير استثناء الأطفال دون سن 18 عاما من التلقيح حتى ثبوت نجاعتها يزداد الوضع الوبائي خطورة يوما بعد يوم مع التطور السريع والمخيف لنسق الإصابات والوفيات التي تسجل منحا تصعوديا قد يكون الأخطر مع موجة ثالثة ظهرت فيها 192 سلالة متحورة في البلاد وبلغت فيها 15 ولاية مستوى انذار مرتفع جدا فحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة تم إحصاء 64 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 9396 حالة منذ ظهور الوباء كما تم إحصاء 1664 إصابة جديدة بالفايروس أرقام ارتفعت معها طاقة استيعاب المستشفيات التي قاربت أقسامها طاقة الاستيعاب القصوى حيث بلغت طاقة استيعاب أقسام الإنعاش 90% فيما بلغت طاقة استيعاب أقسام الأكسجان 70% حسب وزير الصحة الذي قال إن الوزارة في انتظار وصول 250 ألف جرعة من لقاح فايزر أواخر شهر أفريل وإن التلقيح في نسق تصاعدي ومن الممكن الوصول إلى تركيز 280 مركز تلقيح يأتي هذا في وقت أكد فيه رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 الهجمي لزير استثناء الأطفال حالياً ممن سنهم دون 18 سنة من الحملة الوطنية للتلقيح إلا أنه في حال أثبتت التجارب السريرية حول العالم نجاعتها وسلامتها لهذه الفئة العمرية فإنه توجد إمكانية لإدراجهم ضمن أولويات التلقيح هذا وتجدد وزارة الصحة دعوتها إلى كافة التونسيين الراغبين في تلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا إلى التسجيل على المنظومة المخصصة للغرض إيفاكس يذكر أنه منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في الثالث عشر من مارس الماضي وقع تطعيم أكثر من 166 ألف شخص إلى حدود يوم الاثنين الثاني عشر من أفريل الجاري أما بالوسط المدرسي فيشهد الوضع الوبائي بالقصرين تطوراً خطيراً حيث سجلت اليوم وفاة أستاذ تعليم ثانوي بالفيروس إلى جانب إصابات في صفوف الإطار التربوي والتلميذ مما دفع النقابة الأساسية والأساتذة إلى إقرار تعليق الدروس ليومين ابتداء من اليوم تجل معهد حيدراء اليوم وفاة إطار تربوي بفيروس كورونا وسطة إصابات فيما يشهد معهد الشاب بالقصرين المدينة حالة من الهلع في صفوف الإطار التربوي والتلميذة إثر التأكد إصابة أربعة أساتذة بالفيروس ليقرر الإطار التربوية بمساندة النقابة الأساسية تعليق الدروس ليومين مع المطالبة بتعقيم المعهد وتوسيع دائرة التقصي عن الفيروس بمعهد الشاب إدارين ما لم يكن قرار هو فقط قرار نقابي بين الأساذة ونقابتهم على أساس تعليق الدروس اليوم وغدوة حتى تتضح الرؤية بالنسبة للتلميذة حالة واحدة مؤكدة يوم الأثنين في ظهال ثلاثة علوم إعلامية واحدة حاولنا باش نتقصوا وبالفعل خرجنا خمسة ولاستة تلميذة قاموا بمخلطة الميذة جاوزنا على الأقل بالإصابات التي حصلت اليوم ويوم أمس عتابة الخمسمائة إصابة منذ افتتاح السنة الدراسية إلى حدود اليوم سجلنا حالتين متاع وفاة نعقد بعد حين لجنة لمتابعة الوضع الصحي اللجنة الجهوية لمتابعة كوفيد وباش نخرج بجمل المقترحات إن شاء الله نعرضها على سيادة وزير التربية وبدأ الفيروس ينتشر بسرعة غير مسبوقة بولاية القسرين التي سجلت اليوم مئة وثمانية عشر إصابة جديدة بفيروس كورونا وسجلت بداية الأسبوع وفات سبعة مصابين خلال يوم واحد تقصي باش يتم حسب البروتوكول الصحي إذا كان قسم فيه شخص مصاب ولا يشتبه فيه يترفع العين للشخص اللي يشتبه فيه ولا عنده العراض وبعد يكون إذا كان القسم ذاك ثم أشخاص المخالطين للشخص ذاك يتم رفع عينات الأشخاص ذوكا لتلامذ ذوكا وللإطار التربوي إذا كان خالط التلميذة ذاكا وللعاملين في المؤسسة التربوية وفي ظل ارتفاع نسق الإصابات وسرعة انتشار فيروس كورونا أصبح الأقبال على تلقي جروعات التطعيم ضرورة ولحة ومن المنتظرية أن تعقد اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولئة القسرين اجتماعا طارئا لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس وفي هذا الصدد اقترحت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تعليق الدروس لمدة عشرة أيام بكافة المستويات الدراسية باستثناء الأقسم النهائية أي البكالوية وتسعة أساسي وذلك نظرا لتدهر الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية وفق ما أفاد به اليوم الكاتب العام المساعد للجامعة العامة لتعليم الثانوي نبيل الحمروني وأوضح الحمروني في تصريح لواكلة تونس إفريقي للأنباء أن نقابة الثانوي تقدمت بهذا المقترح خلال اجتماع انعقد أمس بوزارة التربية بحضر وزير التربية وممثلين عن ثماني نقابات للتربية والتعليم وعن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بهدف درس الحلول الممكن لكسر حلقة العدوى بفيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية وفي باجا تتواصل أشغال بناء وحدة كوفيد بالمستشفى الجهوي مشروع من شأنه أن يرفع من أسرة الإنعاش خاصة مع تطور الوضع الوبائي بالجهة وغلق معتمدية التبرسق بعد تصاعد وتيرة الحالات المؤكدة بفيروس كورونا تتواصل بنسق حثيث بالمستشفى الجهوي باجا أشغال بناء وحدة كوفيد-19 على مساحة حوالي 300 متر مربع بكلفة تناهز 800 ألف دينار مشروع من المنتظر أن يساهم في رفع عدد أسرة الإنعاش بالجهة إلى أربعة أسرة بدلا عن سنان فقط حاليا أشغال تزامنت مع وضع وبائي دقيق بالجهة وخاصة بمعتمدية التبرسق حيث بلغت نسبة الحالات الإيجابية بها حوالي 58 حالة على 100 تحليل بمعدل انتشار 60% مما تطلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة من قبل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أهمها غلق معتمدية التبرسق ومنع التنقل منها وإليها بداية من يوم أمس وإلى غاية إشعار آخر للحد من انتشار الفيروس معناتها تخصيص اعتمادات من طرف المجلس الجهوي بولاية باجة هي في 280 متر مربع تتكون من 12 سرير مقسمين أربع أسرة لحالة الفرز الأولي أربع أسرة زون تامبون وأربع أسرة إنعاش سواء الطبية في حدود 148 ألف دينار 618 ألف دينار بناء وأربع مئة وثمانين مليون تجهيزات وعننا ثلاثة سبيع ديمة أسرة اللي عنا أبقى وهم معتها ديمة مليانين وهذا يبين سير ولت الوضعية تقلق فينا شوية ذاك عليش البارحة صار وأنه فيما قرار متع إغلاق أحد المعتمديات برسق واللي هي التوى ما زالت تمثلنا بالنسبة لنا أحنا معتها فيها نسبة متع إيجابية متع التحاليل الكبيرة برشا فات 60% يلزمنا الركز على التلقيح والناس ما تخافش تجي تلقح وإلى حد اليوم قد ما عملنا تلقيح 3000 والزايد التوى معنا حتى في السجوندير معنا معناش مضاعفات والي باجة دعا من جانبه المواطنين إلى التقييد بالبروتوكول الصحي مع أهمية الإقبال على التسجيل بمنظومة إيفاكس والتلقيح لتجنب العدوى والمحافظة على سلامتهم وسلامة عائلاتهم أحنا معاملين أكثر على الوعي متع المواطنين الذاهر البارح منها رقيقة وقع منها القيام بحملة تحسيسية للبس الكمامات على مستوى مدينة باجة تدعيم المستشفى الجهوي بباجة بالمعدات الطبية اللازمة على استكمال بناء قسم كوفيد-19 في الآجال المحددة له بتسعين يوما عوامل من المنتظر أن تساهم في تدعيم المنظومة الصحية بالجهة والتي تشكو من عديد النقاس مع حلول شهر رمضان المعظم تعمل الإدارة الجهوية للتجارة بمدنين على توفير جميع المنتوجات الاستهلاكية في الأسواق إضافة إلى تنظيم حملات مراقبة للضغط على الأسعار السوق البلدي بمدنين في شهر رمضان عرفة حركية تجارية مكثفة ميزتها لهفة المواطنين الذين يقبلون على شراء ما يلزمهم للاستهلاك مواطنون تباينت أراؤهم بشأن ارتفاع الأسعار ارتفاع في أسعار الغلال والخضر فسره التاجر بتقطع الفصول وأما القصبون فرغم تحديد تسعيرة اللحوم إلا أن البعض لم يلتزم هذا الارتفاع في الأسعار سيعرف في الأيام المواليا خفاضا خاصة مع تكثيف حمالات المراقبة التي تنفذها مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بمدنين فترة هذه هي بتفعتها فترة صعبة شوية وإحنا قلينا بحسابنا باعتبارنا ندخلنا في رمضان نحن من بداية مارس شفنا شنو حاجيات الولاية وشفنا شنو النجم نوفره كأنتاج محلي ثم اعتمدنا على الانتاج الوطني والمخزونات التعديلية مع دخول الانتاج البدري خاصة بالنسبة الغلال يمكن بارتير اليوم شفنا شوية بطيخ مجمعة جاي نجم نشوفه شوية بطيخ كتالون شوفه شوية خوخ بش يدخل بش يدخل المشماش وهدي عنا البوردغيان مازال متوفره وإن شاء الله مع السخنة هذه حتى أسعار الفراول وبش تتراجع المواطن في شهر رمضان تتزايد شهواته على عديد المواد السهلاكية قد يطلف نصفها الأمر الذي يحتاج منه التحكم في مقدرته الشرائية خاصة أمام هذا الغلاء في مختلف المنتجات تدهر والبنية الأساسية لميناء الزارات بولاية جابس وذيق مداخله وتعطل مشروع تهيئته إشكاليات طرحها البحرة خاصة بعد سنوات من الانتظار ما أثر سلبا على عملهم بالميناء في ميناء الصيد البحر بمنطقة الزارات مع توالي مواسم الصيد وتنوعها تتواصل معاناة البحرة لتدهور بنيته الأساسية وذيق مداخله وتعطل مشروع إعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بالزارات رغم ما يوفره من مداخيل وارتفاع حجم الاستخلاصات الموظفة على نشاط البحرة بهذا الميناء ما تشوف البنكين مهدد بالطياح ساعة طالعا ساعات واحد يجيب سلعة فمتولة داخل البحرة يقعد يستنى فيها والبنكين المغادي يضربها بالساعة ونصف فمتنا بالشياء بضخمسين طارع حوت ولا من الطارع حوت المدخل الميناء هذي ما عاش صالح بش يدخل ولا بش يرسوا فيه مراكب مراكب سيد ساحلي اللي طولها 10 متر وقل حتى من 10 متر في النسحة في المد والسزر هذي قاعدة تشهت في فم البرت المتاع البرت يردم ترمل ما عاش يدخل البرت وزيد تكمل التحلية دي كمتاع الدراج جديد من حض التحلية معناها الترابة كلها زاد معناها قبل نقوله أكسر مطلوب بالضبط يا أخوية أعمالي لفيلدوف في البرت وعمل في الصبيلة البرت جاء 25 مليار معناها مرسودين مجودين المزانية ما شين تويتك كل عام يعني اسبر رئيس تعط المشروع عادة تهيئة ميناء الصيد البحري بالزارة تدخلت عديد الأطراف إلى دفعه من جديد والتسريع بإنهاء الدراسات الخاصة به لما سيعود بالفائدة على منوال التنمية بمنطقة الزارات وعلى القطاع الاقتصادي الأهم بها تم رصد احتمادات تقريبا 25 مليار من خزنة الدولة لإنجاز إصلاحات في ميناء الصيد البحري بالزارات أذنت بالبدأ في الدراسة والدراسة تتعلق بحماية ميناء الصيد البحري بالزارات من الترمر للأسف الموضوع ما زال في مكانه مسؤولية الدولة الآن عليها أن تدفع في اتجاه التعجيل بإنجاز المشروع في أقرب الأوقات منطقة الزارات وبحرها الممتدة حاضنة صيد مميزة لأجود الأسماك ووجهة مفضلة للبحارة في خليج جابسة ما يجعل التسريع بإعادة تهيئته من بين الحلول المنتظرة من قبل البحارة على وجه الخصوص ختم ونشر مشاهدينا وهذا تذكير بأبرز عنوينها وضع وبائي خطير ومتطور بتجيل 64 وفد جديد و 15 كولاية تبلغ مستوى انظار مرتفع جدا في مدنين حملت مراقبة الضغط على الأسعار وسعي لتزويد السوق بكل الحاجيات الاستهلاكية اشكالية عده واجهها البحارة بميناء الزرط بجابس وإعادة تهيئة الميناء من أبرز الحلول ونشير لانه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا على طيب المتابع والاهتمام وشهي طيبة للجميع اشتركوا في القناة